تحياتي وأهلا وسهلا فيكم بنا نعمل هيك جولة إخبارية سريعة عن ثلاث أخبار صاروا وحابب أحكي فيهم واحد واحد القصة الأولى اللي حابب أحكي فيها تتعلق بتأهل السودان لأمم أفريقيا وطبعا منبارك لكل المنتخبات العربية اللي تأهلت لكأس أمم أفريقا بالاستثناء وقررت في الموضوع ووضحت يعني أنه بعض الأحيان إحنا لما نبالغ بالفرح وننطلقوا بدنا نبين حالنا فرحنين عم نخفي جزء من تاريخ منتخب لأنه فرحنين بتأهله في حين السودان زي ما حكيت في التعليق والتغريدة أنه مش منتخب جديد على أمم أفريقيا هو أول من استضاف الفكرة وأحد السودانيين كان مساهم أساسي في تأسيس الاتحاد الأفريقية لكورت القدم وأيضا هذا المنتخب كان دائما بنافس في البدايات ووصل بـ 2012 دور الثمانية يعني مش شيء جديد عليه يطلع عنده ناجحات كروية بس مش هذه القصة اللي بدي أحكيها البداي أحكيها أنه منعرف إحنا آخر 20-30 سنة مرت دولنا العربية بتفرق وتمزق رهيب جدا لمستوى أنه يعني صار كل واحد اللهم نفسي وهذا الشيء يعني وصلنا يعني مالخي بس بتظلها كروة القدم عندها هذه القوة اللي بتذكرنا كلنا إنه إحنا عرب مع بعض إنه إحنا مع بعض منحب بعض لازم نحب بعض لازم نفرح لبعض بتظلها تطلع وتذكرنا بشيء كان عندنا ربما السياسي بعدتنا عنه ربما الاقتصاد بعدنا عنه ربما الإعلام بعدنا عنه بس حظلت تطلع لحظة زي لحظة تأهل مصر لكأس العالم 2018 لما احتفل فيها معظم العرب ولحظة السودان اليوم واللي احتفل فيها أيضا معظم العرب ولحظة تتويج العراق بآسيا 2007 اللي احتفل فيها العرب إذن كل اللحظة عم تيجي عم بتذكرنا إنه إحنا واحد مهما فرقنا بالأخير حنرجع ونحس ببعض هذا الموقف الأول اللي هو أنا آسف يعني دخلتكم بفلسفة سياسية خلينا نبعد عنها ونروح على الموضوع الثاني سرجو أجويرو مانشستر سيتي عم يعلم رحيله مانشستر سيتي مش حينسى أجويرو أبدا والرحيل بيعطينا درس مانسيتي خلال مشروعه اللي بلش تقريبا ب2008 إلى اليوم استغنى عن ثلاث لعيبة أو أربع بقرارات صعبة معنويا ونفسيا بنتكلم أولا إياية توريه بعد منهار مستوى وسلوكه صار سلبي جدا وبعدين ديفيد سيلفا وكمباني ورحيل كومباني كان مؤلم أكثر لأنه ساهم بلقب 2018-2019 التاريخي بصاروخيته أمام لستر ثم رحل بعد مباراة واحدة بس ولكن السيتي عم بيعطي درسي الآن مرة أخرى برحيل أجويرو اللعب اللي صار يلحب أقل من 200 من الموسم بسبب الإصابات ومش كثير أصلا كان ملائم لأسلوب جوارديولا في كثير مواقر هذا اللعب الهداف الرائع الأسطوري صاحب أجمل لحظة في تاريخ البربير ليج أخر 10 سنين بلا نزاع بهدفه الحاسم للقب 2012 هذا اللعب ما عاد للسيتي عائد استثماره جيد درس بصراحة بكورت القدم برد النظر أنه تجي تقول لي مشاعر وعواطف فإحنا بناعرف كورت القدم ما عاد فيها لمشاعر والعواطف كورت القدم الحديثي صار بعض الأحيان لازم تاخد قرار صعب وتسمح للعب أنت بتحبه والإدارة بتحبه ونفسها ما توقع هذا القرار أنه يطلع لأنه جاء وقت رحيله جاء حان الوقت مش ضروري أستنالة عن ما هو يقرر بعض الأحيان لازم أقرر قبل كثير أندي تعاطفت مع لاعبين وصبرت عليهم واستنت فرح منها سنتين ثلاثة بمصاريف إضافية ثم وجدت نفسها خلف مشاريع أخرى يؤخذ للسيتي هذه القرارات اللي خيني سميها بلا مشاعر لكن بعقل هي بتحافل على مشاعرها وحبها لللاعب على جن بس في أرض الملعب أم تأخذ هذه القرارات درس أعتقد لإنا جميعا في أنديتنا العربية اللي إذا اللاعب جبلنا بطولة ممكن يكمل للستين سنة عادي على ذكرى هذه البطولة والإنسيت البطولة اللي جبلك يا قبل خمسين سنة خلي الزلمة فندخل بهذا أوروبا اتخلصت كثير أندي منها من هاي المشاعر شوي شوي عم تتخلص في بعض الأندي ربما إيطاليا لسه عندهم هذي الحنين والشوق وشوي إسبانيا لسه الإعلام بخلق هذي العاطفة لكن في كثير دول أخرى بدأوا يتخلصوا وبدأوا يتعاملوا مع الموضوع بشكل صريح أنت لعب محترف وأنا النادي محترف أعطيتك رواتب عالية لما كنت بعز مستواك لما يبطل الراتب البعطيكية مبرر أنا مضطر أقول لك دور لك عفريق إناسبك أكثر بعد تأهل السودان وبعد أقويره بدي أختم بقصة مبشرة إنا جميعا اسمعنا عن الدور السعودي لكورة القدم إنه بدأت الآن التجهيزات لعودة الجماهين بنسبة 40% بشرط يكونوا الـ 40% مخبينوا اللقاح وهذا أسلوب تحفيزي بكي جدا الشباب اللي للسباب أنهم يأخذوا اللقاح حيسرعوا يأخذوا اللقاح عشان يحضروا المباراة وهذا معنى زيادة في انتشار منعات المجتمع بشكل واضح أيضا في إنجلترا في كلام عن نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي وكلام عن نهائي كأس الرابطة ممكن نشوف في جماهير في إسبانيا في تلميحات مستمرة في كأس العالم للأندي لما صار في قطر شوفنا جماهير والآن في تجارب بإسبانيا على حفلات أنه بنفس اليوم لازم تكون فاحص بي سي آر وتعال خلينا شوف شو النتيجة عملوا حفلة ببرشرونة 5000 هذا كله بخلينا نكون ماضحين وصادقين مع بعض ومتفائلين جدا أنه الحمد لله قربت الجماهير ترجع لكورة القدم احتمال كبير نشوف فكرة باليورو بنفس المبدأ مبدأ اللقاح أو مبدأ فاحص البي سي آر بنفس اليوم في كثير تجارب عم بتصير الآن في أوروبا لإيجاد طريقة يرجعوا الناس يعيشوا حياة طبيعية بأقل ضرر ممكن سفر ضرر مستحيل بس بأقل ضرر ممكن الجماهير حتكون موجودة الموسم الجايب رسبة كبيرة على الأغلب في أوروبا وهذا نقل نوعي للأندي إنعاشي للأندي ماديا وحنشوف تحرك جديد وحنشوف قرارات جديدة وحنشوف كرة قدم عم ترجع تشوف بالملعب بنحبها بنوصل هنا لنهاية هاية جولة الإخبارية السريعة كنت معكم أنا محمد عواد موجود فيسبوك تويتر إنستغرام وضروري جدا تابعوني على قناة سيربي سبورت في اليوتيوب والسلام عليكم ورحمة الله